محمد شناوي من أخبار النادي الأهلي محمد شناوي اعتذر عن عدم كبول عرض قدمه لي وسيط خلال الساعات اللي فاتت من نادي عربي كبير جدا وبمبلغ خيالي وصل لما يقرب من 40 مليون جنيه في الموسم الشناوي قال للوسيط ايه بقى؟ قال له انا مكمل في النادي الأهلي وهتزل في النادي الأهلي قفل الباب تماما قبل حتى ما العرض يوصل للنادي الأهلي هو الموضوع بالنسبة لمحمد الشناوي مقفول بارح اطرح لكم انه كابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن مشوا من نادي الاتحاد السكندري خلاص بحسن ما أعلن النادي الاتحاد وقلت لكم ان اقرب المرشحين لتولي هذه المهمة خلفا لكابتن حسام حسن هو الكابتن عماد النحاس واليوم اتحاد السكندري يعلن عماد النحاس مديرا فنيا لفريق السكندري تشكيل الجهاز الفني للفريق جيكا التالي كابتن عماد النحاس مدير فني على عبدالغاني مدرب عام رامي ربيع مدرب مساعد محمد قطب مدرب مساعد ومحمد فتحي مدرب حراس مرمى وعبد الرحمن عيسى مخطط أحمال ومحمد أبو العيلة محل الأداء وعمر الأشلم رئيس الجهاز الطبي ومحمد عبد الفتاح أخصائي التأهيل والإصابات وسامير محجوب مدير إداري وأحمد متول إداري وياحي فضل إداري وعبد الرحمن فاروق شؤون مالية وإدارية كابتن عمد نحاس مدرب كبير ومدرب رؤى وأعتقد هيقدر يعود بفري الاتحاد السكندري كما هو متوقع منه المسم ده الاتحاد بعيد تماما عن المتوقع بعيد تماما تماما يعني عشان كده راحل الكابتن حسام حسن وجهازه المعاون وجاء الكابتن عمد النحاس زيما قلنا لحضراتكم هنا مبارح فيه رقم عشرة عمد النحاس مديرا فنيا للاتحاد السكندري